هل هالاسعار هي مظبوطة ولا مو مظبوطة؟ يسعد لأوقاتك وأخواتي إن شاء الله تكونوا بخير كل شخص مننا أكيد في عنده منتج حبي بجيب هذا المنتج ممكن يكون شوي غالي لحتى نشتري هيك نوع من المنتجات لازم ننطر لهذا الوقت من السنة واللي هي فترة البلاك فرايدي البلاك فرايدي أفضل وقت بالسنة لحتى نشتري المنتج اللي نحنا بدنا إياه بشعر يكوني ناسبنا بهذه الفترة تنزل الأسعار المنتجات لحدود تقريبا 90% من السعر الأصلي في مجموعة مواقع كتيرة بتساعد الشخص قبل بوقت يعرف شو هي المنتجات بيترخص فخليكم معانا مشان نشوف شو هو البلاك فرايدي وين فينا نشتري أو منين فينا نشتري بهذا الفيديو منين إيجا اسم البلاك فرايدي البلاك فرايدي إيجا هذا الاسم أو هذا التقليد من أمريكا بعام الـ 1869 صار في أزمة اقتصادية بأمريكا كترة البضائع وصار في قلة شراء أصحاب هدول الشركات قاموا بمجموعة عروض كبيرة بتنزيل أسعار لحتى الناس صير فيها تشتري هاي البضائع بحيث انه هني ما تكون خسارتهم كتير كبيرة ومن هون بلش هي تقصد البلاك فرايدي نحنا اللي بيفيدنا من هالموضوع انه شو اللي فينا نشتري ومنين فينا نشتري بهذا اليوم أو بهاي الفترة في عنا كتير مواقع اللي حتنطلب من الانترنت الشي اللي نحنا بدنا إياه ورح أفرجيكم شو هي المواقع أول موقع واللي هو موقع بحس بحيث يعطينا سعر له المنتج بعدة مواقع تانية واللي هو موقع إيدياله موقع إيدياله هو ببساطة هو موقع فينا نكتب أي شي نحنا بدنا ندور عليه مثلا خلينا نعمل مسلا سيرتش على على سبيل المثال على آيفون بيعطينا هون شو هو المنتج نحنا عم ندور عليه زائد بيعطينا كل المنتج وشو سعره وميزاته كمان زائد في عنا بهذا الموقع في عنا شي اسمه الفلتر أو الشغلات اللي نحنا فينا نفلترة بحيث شو هو تكلف منين لوين مثلا شو بدنا نسعر وشو الماركات اللي نحنا بدنا نشتريها وهكذا طبعا كل الموقع بموقع انتوا فيكوا تدخلوا عليه وتشوفوه برياحتكو وتدوروا على المنتج اللي انتوا عم تدوروا عليه هذا موقع إيدياله الموقع التاني بدنا نحكي عنه هو موقع كمان هذا موقع للبحث بحيث نحنا فينا نبحث عن أي منتج نحنا بدنا اياه أو حابين نشتريه بيعطينا نتيجة بحث لهالمنتج هذا نفسه عند عدة شركات نختار طبعا الشركة اللي نحنا بدنا اياها والسعر اللي بناسبنا خلينا نعمل كمانة على نفس المنتج بحث الآيفون 12 رح يعطينا كمان نفس الشي مجموعة من الأسعار وكل سعر بيختلف على التاني طبعا حاطينا انه تكلفة السعر مسلا بين 949 للألف وتلاتمية وتلاتة واربعين مثل ما اكوا شايفين هون فيه تخفيض بنسبة 29% هذا الآيفون 12 5G سمارتفون 15.49 سنتيمتر أو 6.1 سول وإلى آخره طبعا كمان هذا الموقع فيه عنده فلتر فينا نفلتر الشي اللي بدنا اياه وندور عليه طيب هلا الشي الكتير حلو اللي رح افرجيكوا اياه رح نبليش من هون اول موقع انا بحسه كمان كتير كويس بحيث الواحد اشتري فيه من عنده ودائما اسعاره بتكون اظرف من غيره هو موقع امازون بونك دي اي طيب موقع امازون بونك دي اي هون عاطينا من هلا طبعا البلاك فرايدي بالمانيا هو بيوم 27 شهر 27 شهر هذا هو يوم البلاك فرايدي بالمانيا لكن موقع الامازون عاطينا من هلا نفوت ونشوف شو هي العروض الموجودة بهالموقع هل هالاسعار هي مزبوطة ولا ممزبوطة انا في عندي شغلي رح اضيف اعطيكوا اياها وممكن تفيدكوا بهالموضوع مشان تعرفوا انه هل هالمنتج فعلا نزل سعره ولا لا في شي مثل اكستينشن او اضافة ممكن اضيفها على المستعرض عندك وهي الاضافة ممكن تخليني اعرف هل لهذا المنتج سعره مزبوط هيك بهيك كان سعره قبل هل كان سعره اغلى هل كان زعنه ارخص بدي فيني اتأكد عن طريق هادي الاكستينشن او هادي الاضافة اذا كان مزبوط السعر اللي عاطينا يا هو فيه عليه تخفيضات ولا لا كيف مننزل هيك نوع من الاكستينشن او كيف مننزل هيك نوع من الاضافات مجرد تدخل دكتوب برايس هستوري او امازون بيطلع عندك شي اسمه كيبا امازون برايس تراكر هاد البرنامج او هاي الاكستينشن بس تغطي عليها بضيفة بختار طبعا نوع المستعرض اللي انا عم بستخدمه اللي كان فايرفوكس كان كروم اوبرا اللي هو الاتج طبعا الانترنت اكسبلورال او سفاري لماك انتوش او للابل طبعا هذا شكل الاكستينشن بيعطينا كيف كان سعره لهذا المنتج من مثلا من فترة خمسة شهور او اربعة شهور او سنة لورا للوقت الحالي وبنشوف كيف بيطلع وبينزل تكلفة كيف بيطلع وبينزل سعر هذا المنتج اول شي كيف بننزل هاد الاكستينشن مجرد انه نضغط على المستعرض اللي عنا ياه وبعدين اد توفايرفوكس بيعطيني هون بدك تضيفو نعم بدي اضيفو ضفتو الا عطيني هون متل ما انكو شايفين هادا هو هادا هو التطبيق طيب خليني ارجع على الامازون اعمل له بس ريفريش ونفتح على اي منتج شايفين هون قدامنا مفرضا على سبيل المثال خليني ندخل على الامازون كغيت كغيته طيب على سبيل المثال هون الامازون فاير ستيك مسلا اللي انا عملت عنها كمان فيديو فيك تشوفوها رح يطلعلكو هون رابط الفيديو فيك تدخلو عليه وتشوفوه طبعا هادا الامازون فاير ستيك متل ما انكو شايفين اوكي بيزول عندي هون طلي عندي شي اسمه كيبة بس تغط عليها بيطلع لي شو كيف كان سعره او شو سعره هلا لهذا المنتج وكيف كان سعره مثلا بيوم الاربعاء 18 نوفمبر الساعة 16 وربع يعني كيف كان سعره لهذا المنتج هل كان سعره اغلى من هلا ولا لا بعدين بنرجع لهون شايفين انه كيف مسلا هلا سعره بهاي الايام 24.36 يورو قبل كان 38.98 رجع كمان نزل كان قبل رجع طلع رجع نزل وبعدين رجع طلع طبعا هاي هي اسعار طبعا فيه كزا موضوع يعني كزا شي ممكن نحن نلاقو في عنا شي اسمه تراك برودكت يعني انه نحط السعر وبس يعني يطلع السعر اللي نحن البداية ممكن يعطينا تنبيه انه عطيني بس وصل سعره لهذا المنتج بالوقت الفلاني ممكن يعطيني تنبيه انه ترا صار هذا المنتج هيك سعره وروح ازا بدك اشتري طيب الشي التاني مسلا خلينا نشوف منتج تاني ندخل على الامازون مرة تانية خلينا نروح على الكمبيوتر او اللابتوب شايفين متل ما كو شايفين هون مسلا الهارد مسلا الاس اس دي مسلا او هون مجموعة الهاردات متل ما كو شايفين هذا هو السعر وحاطين انه هاي هي عروض بلاك فرايدي على سبيل المسا خلينا نشوف هذا الاس كان ديسك التغاية دي اس اس تي انترن فيست بلاتة بضغط عليه عاطيني انه شو سعره هلا كان سعره مية وتسعة وخمسين فاصلت وتسعين هلا صار سعره تلاتة وتمانين فاصلت تسعة وتسعين نحن هلا موفرين على حالنا ازا منشتري هاد المنتج ستة و سبعين يورو طيب خلينا نشوف شو هالحكي مزبوط ولا لا مننزل لتحت نضغط على كيبا منشوف شو هو السعر هلا سعره تلاتة وتمانين كان قبل سبعة وتسعين يورو يعني عمليا السعر ما كان مزبوط متل ما هنو مكاتبين المزبوط كان سعره تلاتة وتسعين يورو يعني احنا موفرين على حالنا تقريبا اا شي عشرة يورو او هيك شي في مرة من المرات كان سعره مية وتسعة وخمسين وهذا الحكي مزبوط لكن هالحكي كان باربطعاش اكتوبر يعني هنين اخدوا اعلى سعر باربطعاش اكتوبر وحطون لي هون فوق وهلا منرجع لهوني يعطونا يعني ما عطونا السعر ما قبل عشرة ايام لكن عطونا اياه قبل فترة مليحة من الشهر الماضي يعني لكن على جميع الاحوال متل ما يكون شايفين هادي البرنامج بيخلينا نعرف انه هاي القطعة هل كان السعره مزبوط غالي ورخصيت ولا لا طيب هلا هيك هون بالامازون الشي اللي نسيت احكي عنه بموقع امازون انه فيه شغلات مثلا عن طريق موقع امازون ممكن توصلك بعد يوم او بعد يومين هذا الشي انا مجربه وحلاوته انه كمان انا ما بتدفع تكلفة ارسال هالا اليك والشي اللي كتير مهم اللي شفته بامازون انه في عندهم مصداقية بالمنتجات اللي عندهم يعني اي منتج ما عجبك فتحته ما حسيته الشي اللي بدك يا ممكن تسكره وترجعه لكن بدنا ننتبه قبلها نعمل هذا الشي انه هل هالمنتج هذا ممكن يترجع على حساب صاحب الشركة ام على حسابنا يعني اي منتج نحنا ممكن نرجعه ما فيه مشكلة فعليه كفالة طبعا الامازون تعطي كفالة هي مثل كفالة الموجودة بكل المانيا واللي هي بتخيلها سنتين او هيك شي زائد انه ترجيع المنتج الى الامازون ممكن يكون ببلاش لكن بعدة ظروف طبعا كتير قليلة ممكن تكون تكلفة ترجيعه علينا اذا نحنا ما اشترينا المنتج او اذا نحنا ما عجبنا المنتج فيه عندنا موقع تاني كفالة مشهور بالمانيا واللي هو موقع اوتو هذا هو الموقع كمان موقع اوتو ميزته لهذا الموقع انه فينا ناخد منه بالتقسيط لكن لازم ننتبه انه الاوتو بيكتب لك نول فينانسيرونك اوف ألس يعني يعطيك انه والله نحنا ما بناخد ما بناخد فائدة على اي منتج ممكن انت تقسطه لكن الحكي ممزبوط بتفوتوا على المنتجات بتقولوا انا بدي قسط هذا المنتج لكن بيعطيك زائد دائما في قيمة معينة بيضيفها على سعر هذا المنتج طبعا وهذا الحكي بيزيد كل ما زادت المدة فيك تقسط من من ثلاثة شهور وان طالع يعني ثلاثة شهور اربعة شهور وهكذا لا توصل لا تمانا واربعين شهر فكل ما زاد المدة اكتر كل ما زاد التكلفة اكتر كل ما زاد النسبة اللي بيحطوها على هذا المنتج كمان هذا هذا الموقع عامل عروض كتير حلوة فيك وتفوتوا وتشوفوها في عندك حاطي مسلا دي ستاقس مسلا كان سعره مية وتسعة يورو وهلا سعره خمسين يورو كمان بتشوفوه المواصفات موجودة الموقع الثالث اللي بدنا نحكي عنه هو موقع الميديا مارك كمان موقع الميديا مارك كمان بيعمل عروض كتير حلوة لكن بدنا ننتبه دائما ونقارن بين المواقع كل موقع بيعطيك سعر دائما نروح دور بموقع تاني ومثل ما حكيت لكم بالاول في مواقع مثل ايديالو هو الموقع اللي بيعطيك بيبحث بجميع المواقع المشهورة كان على امازون كان على ميديا ماك كان على اوتو او غيره بيبحث بجميع المواقع بيعطيك نتيجة بحس بهدول المواقع كلياتا بنرجع بنشوف هدول هنه هذا موقع ميديا ماك والعروض اللي موجودة فيه كمان فيه كمان كتير عروضة وهلا بتنزل وكان بين ان البلاك فرايدي نوفمبر التكلفة مثلا الغسالة سعر اتما مية وستة وخمسين فاصلة خمسة وثمانين هي كانت الف وتسعة وثلاثين يورو هالحكي كله طبعا متأكد منه ومنشوف نفس الغسالة مثلا او اي شي بدنا نشتري متأكد مواقع تاني بعيد وبذكر الشي الثالث الموقع او الموقع الموقع اللي بعده كمان اللي هو موقع ساتون موقع ساتون كمان بيعمل العروضة كمان كتير حلوة لكن بعيد وبذكر نتأكد دائما من كل عرض الموقع الاخير اللي بدي احكي معنه اليوم هو موقع اي بي اي بي في منه نوعين نوع اول اللي هو الاي بي بي اي او بي بي العالمي وفي شي اسمه تاني موقع اي بي كلان انت سايقي اللي كلان انت سايقي في قسم خاص بالمنتجات المجانية يعني في ناس مثلا عنده بضائع ممكن هاي البضائع ما بده تاخد فلوز مقابلة لكن هاي البضائع الشي اللي بيزيد عليها انه الشحن لازم يكون تكلفته على الشخص اللي بده ياخد الغرض اللي هو بلا مقابل وطبعا كلما كبرت للطرد اكتر كلما زاد تكلفت شحنه اي بي كلان انت سايقي هو متخصص اكتر بالمانيا اي اخواتي هذا كان الفيديو لليوم طبعا في مواقع تاني كتير مشهورة كمان مثل ويش او علي بابا او غيره طبعا هاي المواقع ما انا موجودة بالمانيا نفسها هي عم تجيب بضائع ان كان من برات المانيا او من الصين او غير محلات لكن انا اليوم حاولت اجبلكم المواقع اللي بدهم موجودة بالمانيا بحيس اي غرض ممكن يوصلك بتعرف انه هذا الغرض جاي من المانيا بتسري عليه القوانين الالمانية فاذا كان عندكم اي سؤال او حابين تستفسروا عن شي تاني مجرد نزلوا واكتبوا تحت بالتعليقات شو الشي اللي حابين تسألوا طبعا اخواتي كل المواقع اللي حكيت عنها موجودة تحت بصندوق الوصف مجرد تنزلوا للتحت تضغطوا الزر ممكن تروحوا عليها بشكل مباشر وبنهاية هذا الفيديو طبعا كتير شكرا لمتابعتكو لنهايته ولا تنسوا تدعموا لنا القناة باللايك والمشاركة والاشتراك واضغطوا على زر الجرس مثلا يوصلكوا دائما اول باول كل فيديو بعمله وشكرا للكم مرة تانية وكان معاكو صبري وباي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة